موسيقى مساء الخير أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من لازم نفهم بشكر حضراتكم جداً على التواصل مع البرنامج عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك وتويتر في اختيار الفقرات والملفات اللي حنقشها والمسؤولين اللي حنلطقي معهم عشان يردوا على أسئلة الناس في فقرة الناس والمسؤول بفكر حضراتكم دايماً نحن برنامجنا في السنة الثانية أصبح جزئين جزء الأول بنشتغل على التحقيق التلفزيوني الاستقصائي اللي احنا بنحاول فيه نعكس أزمات الحياة والمشاكل وحياتنا في كل الملفات وجزء الثاني بيكون هو الناس والمسؤول الناس والمسؤول بشرفنا هنا مسؤول في قطاع خدمة أو في الحكومة بيرد على أسئلة حضراتكم اللي بتبعتوها لنا على الفيسبوك أو اللي بتصرفونا بيها في مداخلات هاتفية بقول لحضراتكم توضيح من البداية على الحلقة اللي فاتت احنا كنا الاسبوع اللي فات ومن الاربع اللي فات بنتكلم في قضية سيناء وفريق إعداد البرنامج صافر إلى سيناء ووصل إلى منطقة جبل الحلال وشفنا تحقيق التلفزيوني مع بعض وشفنا شكاوى وأزمات أهالي سيناء الكرام من الإهمال التاريخي لتنمية سيناء ورد في الحالة أنه فريق الإعداد وفريق العمل تعرض إلى الخطف لمدة لبعض الساعات حتى تم الإفراج عنه البعض فهم أو ربما يكون البعض فهم أنه عملية الخطف تمت في جبل الحلال وهذا غير حقيق ولكن عملية الخطف تمت في إحدى القرى الحدودية التي تبعد عن إسرائيل بثلاثة كيلو مترات وغير صحيح أن الخطف تم في جبل الحلال لأنه هم وصلوا جبل الحلال ودخلوا جبل الحلال بمساعدة وحماية الأستاذ عايش الترابيني من قبيلة الترابين الأستاذ عايش بنذكره جدا لأنه وفر لهم الحماية وهو اللي تدخل للإفراج عنهم بعد اختطافهم في قرية أخرى على الحدود الإسرائيلية وإحنا بنذكر من برنامج لازم نفهم مقاناة سي بي سي قبيلة الترابين اللي قامت بدور مهم جدا في تسهيل مهمة الزملاء في لازم نفهم أثناء عملهم في جبل الحلال وسيناء بصفة عامة وبنشكر عايش الترابيني خلنا نروح لفاصل ونشوف مع بعض الجزء الأول من الحلقة وهنرجع نقول لكم القضية اللي بنقاشها النهاردة وهي قضية شديدة الأهمية واللي اخترتوها حضراتكم على مدى الأسبوعين الماضيين من التفاعل وجات في وقتها بالزبط هنقول لكم التحيل للإستقصائي بتاعنا عن إيه ومنتظرين مدخلاتكم لأن القضية دي تهم كل بيت مصري وفيها ظل ما في كل بيت مصري بعد الفاصل هنكمل لازم نفهم